محمود اليوم يومك تكلم بقى عن الزمالك زي ما انت عايز بس عايز اخل من كلام جهري وتكلم براحتك هجومان ودفاعية بس الشكل الهجوم العظيم ده نادي الزمالك العمل الأسوري والفترة الأخيرة كان يتأثر به خط الدفاع بشكل واضح انه خط الدفاع نادي الزمالك عشان تقدر تعمل الكسافة دي وتقدر تعمل الضغط الهجومي دوت مؤكد هيبقى عندك مشاكل دفاعية ومؤكد محتاج كواليتي معاين من اللعبين دايما كان بيب جورديولا طبعا كان بيشتكي حتى اول ما تولى تدريب مانشستر سيتي على مدار السنوات انه بيقدر يعمل شكل هجومي كبير جدا ضغط كبير جدا كسافة كبيرة جدا بس كان دايما يعاب على بيب جورديولا عنده صغارات دفاعية كبيرة علاجها السنة دي السنة دي كان مانشستر سيتي اقرب للمساليات دفاعيا وهجوميا الزمالك حالة دفاعية وهجومية مع أسوريو عامل الزمالك طيب هتكلمك سريعا عن الأفكار بتاعة أسوريو وهكذا نطلع نشرحها ببورد ونربطها بحالات سما من السمات الرئيسية اللي بايت موجودة في مبارات نادي الزمالك الفترة اللي فاتت ان دايما فيه خطورة كبيرة جدا من الهجمات اللي بتيجي على نادي الزمالك في أي مباراة نادي الزمالك بيلعب فيها وبيقدم مستويات كبيرة جدا زي مبارات الماولين زي مبارات المحلة زي مبارات فيوتشر لازم فيه مشاكل كبيرة جدا في الحالات الهجمية اللي بتيجي على نادي الزمالك ودايما جمعير نادي الزمالك حتى إيضاية على القلوبة في أي وقت نادي الزمالك فيه متميز ولكن فيه مشاكل كتيرة جدا المشاكل دي بتيجي ليه؟ المشاكل دي بسبب طريقة اللعب بتاعة نادي الزمالك مش سببها أسوريو سببها يمكن يكون جودة اللاعبين في تنفيذ الأرقام بجودة عالية ان انا هقدر انفذ لك الأفكار دي علشان هي دي المشكلة اللي بتكون موجودة عند نادي الزمالك نادي الزمالك بيعتمد زي ما جوهر اتكلم ان النادي الزمالك بيعتمد على دايما يبقى فيه عندي زيادة عددية مش اقل يا كريم من خمس لست لعبين دايما موجودين داخل الثامنطاشر والسادس دايما بيبواقف برة يا مستني الساكن بول يا كمان بيعمل معاهم الزيادة العددية عاوز اشرح لك على البور طريق اللعب نادي الزمالك وقول لك المشكلة التي بقى فيها نادي الزمالك على الورق بيولعب تلاتة خمسة اتنين تمام؟ القصة كلها بتبتدي ازاي؟ بتبتدي ان احمد فتوح هو لبينزل يلعب نادي الزمالك من تحت بمجرد ما احمد فتوح ببدادي من هنا ومجرد ما احمد فتوح بينزل يستلم من تحت بيحصل ترحيل من التلاتة دول مصطفى زناري بيبدأ ياخد الخط الاتنين دول بيراحا له هتلاقي محمد عبدالغاني او حمزة المسلوسي بقى هنا ومحمد عبدالغاني بقى هنا وبقى التلاتة دول مع حارس المرمة بيقدروا يقوموا بالكورة فبالتالي مين اللي هيتحرك هنا؟ مصطفى زناري هيمسك الخط احمد السيد زيزو هو اللعيب الوحيد المنوط ان هو يبع عنده الحرية ان هو يميل على الناحية اليمين ويميل على الناحية الشمال فاحمد السيد زيزو هينزل يستلم ما بين الخطوط الخط الوقس التاني اللي بيلعب احمد فتوح سواء عمر جابر سواء عمر السيسة بيبقى دايما بيقوم بدور التغطية وبيحاول يساني ده احمد فتوح في التلوح فاحمد فتوح لو حد من اللعيبة فضل ماسكه وده اللي بيحصل وده اللي حصل في مبارات فيوتشا حتى في الشوت تاني بعد ما احمد فتوح تلع بس هو مهارته قدر يطلع بالكورة هيبقى للمتناد فالسيدة عندك زي ما جوري الكلام ان انت تلعب على الاطراف فانت بالتالي هيتلاقي عندك نضاي هنا وهتلاقي عندك مصطفى الزناري هنا وهتلاقي زاق على طول مين سيف الجزيري وشي كبالة من تحته فبالتالي هتلاقي ان زيزو عنده الحرية دي وبعد كده هتلاقي نادي الزمالك عنده الزيادة العدية بنتكلم عليها فاول يا كريم ما هنزيد بالطريقة دي طبيعي ان الاتنين سنتر باك هيبدأ يزق معايا لقدام احمد فتوح هيتحول من الحالة اللي بيطلع بيطلع بها من الكورة لا احمد فتوح يلعب قدام وهيبقى موجود هنا يعني بقى هيبقى موجود هنا عمر جابر او عمر سيسي او اللعيب نص ملعب تاني فانت هنا يا كريم بقى بتتكلم فيه وده نادي موجود هنا فانت هنا يا كريم بتتكلم زي ما جواري تكلم في خمس لعبين او ست لعبين موجودين طب المشكلة عندي في ايه المشكلة عندي ان الطريقة دي تستلزم ثلاث حاجات مهمة جدا الحاجة الاولانية لازم يبقى عندي زيادة عددية لازم يبقى عندي زيادة عددية مانشستر سيتي هو الفريق الأفضل اللي بيعمل النسخة دي اللي كله بيحاولي قال ليه ده بس طبعا جودة اللاعبين مختلفة تماما وطريقة تنفيذة مختلفة تماما فعلى طول مانشستر سيتي ماسك الكرة ورودري على طول بيقوم هنا وقوز بالدور ده وتلاقي على طول مانشستر سيتي على طول مع الكرة إيش رحمس يا محمود؟ الضغط العكسي اللي هو أنا هاخد الكرة من المنطقة الضغط العكسي هو استرجاع الكرة فقال عدد من الثواني في مناطق الخصم يعني أنا خسرت الكرة هنا أنا كل فرقة ذاقة لقدام ما هي فيها ميزة هجومية ولكن فيها رسك دفاعي لأن أنا نص الملعب كله فاضي عندي فبالتالي نادي الزمالك على طول كان بيحصل له مشاكل فيه أول ما نادي الزمالك ما بيعملش أول خط الدفاع وهو الخط الدفاع العكسي أو الضغط العكسي على طول بيبفيه مساحة الكرة بتتلعب في الأطراف هنا دي المشكلة اللي ممكن تقابل نادي الزمالك مع الفريق الأفضل في القرة اللي بيلعب على السرعات واللي عنده أجنحة كبيرة جدا فكريم عاوز أشرح لك بالحالات الطريقة دي وطريقة خروج مصطفى الزمالك لو نقص الحالات رجعتني؟ ماشي يلا بيضا هم خمس حالات يوضحوا لك المشاكل اللي موجودة بسبب المساحات الكبيرة اللي بتبقى موجودة عند نادي الزمالك هنا دي مباراة فيوتشر هنا عامر السيسي عاوزة تبص على مصطفى الزمالك ده سيد نمار هيخش بالكرة ومفروض مصطفى الزناري عامل معامل تحت هنا سيد نمار الكرة تقطعت منه بص يا كريم أقف معلش لحظة أقف لحظة بقية عند الفريم ده أرجع فريم بسيط عديلي كده يا كريم كم واحد موجود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وفيه واحد مش باين تمانية يعني اللي تبقى في الملعب كله اتنين لعيبة دي كرة الهدف صح؟ دي كرة لا دي قابل كرة الهدف أعتقد نكمل اه دي كرة الهدف نكمل الفريم بص يا كريم الضغط من سيد نمار ومن عمر السيسي كان ضعيف جدا الرجل بتاع فيتشر هو على الارض لازم هنا تبقى قوي لازم هنا تبقى اجريسف لازم هنا تبقى عنيف جدا ولو ما خدتش الكرة يعمل فاول بص يا كريم الكرة تحولت بمنتهى السهولة هلعف في ظهر البكات ملعب كله فاضي عندي فهنا المشكلة اللي بتواجه نادي محمد عاطف ومهاجم جاي بوشه في مساحة كبيرة اكيد هيبقى سرعة من المدافعة فهنا تكمل مشكلة من المشاكل الكبيرة عند نادي الزمالك وهي المساعد بص يا كريم الملعب كله مفتوح ازاي علشان خاطر نادي الزمالك كله زي اللي قدام فانت مهم جدا عندك الضغط العكسي ومهم جدا ان الكرة تبقى عزيزة معك هنا نفس الكلام بص على الزناري فين زي ما بقولك هنا احمد فتوح ممسوك سيد نمار لعب الكرة الزناري الشيكبالة هيجي الزناري هيزق عشان زي ما جواري الكلم بقولك ان الاطراف دايما بتزيد بص بقى يا كريم الزناري استلم وحش وهنا بقى مشكلة ان الزناري مقوماته او امكانياته دايما في الناحة الوجمية فيها مشاكل ارجع قبل ما الكرة تطلع قوت هرجع لك لحاجة برضو مهمة جدا قبل عشان اقولك لو الكرة كانت اتقطعت من نادي الزمالك نرجع بس الحالة اللي قبلها على طول بص يا كريم عاوز اقوريك بعد ما مصطفى الزناري الكرة تقطعت منه برضو هنعد كام لعيب موجود في النحية في نص ملعب نادي المقولين العرب بص يا كريم اه فينا لحظة اه فينا لحظة هعد برضو ادي اربعة وفيه تلاتة وراء فانت بتكلم في اتنين لعبين ققط فانت لما هتيجي تلاعب نكمل حالاته وانا بتكلم فانت لما تيجي تلاعب النادي الاهلي بالسرعات اللي عنده لما تيجي تفقد الكرة بالسهولة دي النادي الاهلي هيعقبك برضو في مبارات نادي المحلة برضو بص احمد فتوح ممسوك مصطفى الزناري دخل جوه الملعب عفوا هنا دخل عمر جابرون جوه الملعب عشان ياخد راجب تعمل ملعب عشان يفضل مساحة للمصطفى الزناري دايما الزناري هو المتنفذ الموجود عند نادي الزمالي برضو يا كريم اقف اقف معلش هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية فيه اتنين مش بينين في الكادر نكمل الكرة مع بعض نكمل الكرة نكمل الفريم مع بعض تلعبت بالغلط يا كريم كرة تلقى تقوت لو تلعبت بالغلط وتحولت هيبقى نفس الجنب بتاع فيوتشة بالزبط فهنا دائما دل المشكلة المشكلة لازم تكون عند نادي الزمالك ان انت لازم تبقى عزيز بالكرة جدا فيه التلت الأخير المنافس علشان خاطر لو انت اخطأت واني الكرة تقطعت منك هيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا في الارتداد وفي المساحات الموجودة هنا دي برضو كمان عاوزة اوريها لك يا كريم هنا برضو مصطفى الزناري والزيادة اللي بتبقى موجودة عمر جبر اليوح يميل معاه مفيش مشاكل احنا ممكن نكملها هنا برضو بقولك احمد فتوح هو المتنفس الوحيد الموجود بص يا كريم الكنين سنتر باك زي ما انا شرحت لك عمر السي بحاول يعمل له مساندة ومصطفى الزناري فاتح على الخط علشان خاطر هو يكون المتنفذ لنادي الزمالك هتحاول الناحة التانية ونادي زمالك هعمل نشوف الحالة اللي بعدها اعتقد ان هي الحالة الاخيرة اللي عاوز اقولك عليها وقول لي اعتقد ان النادي الاهلي ممكن يلعب عليها بشكل كبير وهو صغرة اللي موجودة في الناحة لبين عند مصطفى الزناري لان هو احيانا لما بتضغط عليه ضغط عالي الراجل بيرتبك هنا بص يا كريم كرة تحولت هجمة من اخطر الهجمات اللي موجودة بص نادي المحالة راح فين طبعا ملعب كله فاضي اقف بقى لاحظة هنا بص يا كريم على الشطري اللي بقولك عليها الاتنين سنتر بك بس موجودين ومصطفى الزناري زق ودنضاي زق مفيش حد هنا خالص فالراجل واللي بيرجع يغطي مين لعيب واحد من نص المرعب اللي هو عمر جابر او احمد فتوح فدايما هتلاقي زون فورتينة او الحتة دي دايما فيها مشاكل الكرة بتتلاقي بالعرض ونادي المحالة بيضيع فدي المشكلة اللي موجودة عند نادي الزمالك ان انت بتلعب دايما يا كريم كل الفريق زي اللي قدام فانت مهم جدا عندك استرجاع الكرة ومهم ان الكرة تبقى عزيزة عندك ما تطلعش باي حاجة لان السرعات اللي هتقابلها في مبارات غد سرعات مختلفة وكواليتي مختلف تماما عن لعيبي لكل الدوري الله ينور